يواصل الاحتلال إغلاق قرية دير نظام في الضفة الغربية المحتلة واعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين والتحقيق معهم ميدانيا وذلك بزعم قيام أحد الشبان برمي الحجارة على مركبة مستوطن لغاية إرضاء المستوطنين يواصل جيش الاحتلال التنكيل بقرية كاملة فبعد أن اعتقل عشرات الشبان من قرية دير نظام غرب مدينة رامالله بهدف التحقيق معهم بدعوى قيام أحد الشبان برمي حجر على سيارة تابعة للمستوطنين أحضر منذ صباح اليوم جرافة عسكرية وأغلق المدخل الرئيسي للقرية وعند محاولتنا الدخول شهدنا احتجاز جنود الاحتلال لشبان من القرية ومنعنا حتى من الاقتراب منهم لإجراء مقابلة معهم لنكتفي بسؤالهم من بعيد بارح كانوا يجرفوا على الأرض تحت أرض وعين ودرية في كلع وشجر وهيك فالصباح أنا نزلت مشان أشوف الشو اللي معاملين هم والشو الخراب اللي تجاري في ذيال بلدي فشفت الأرض مجرفة وهيك وشفت الجرافة أجت هنا ورجعت على الأرض هذي هيتهم بجرفوا فيها يعني هنا ما نشعرف الشو بيخربوا يعني قاعديا فوقفت هنا مشان أشوف الشو الجرافة هاي بتسوي فاجوا الجيش نزلونا من السيارة وفتشونا وبيحكونا أنتوا وقفتوا على الواد تحت وجيتوا هنا حكيت لهم هذي أرضنا وهذي بلدنا يعني أنا حر قبل تكريبا ساعة ونص أخذ هوياتنا تحقيق شلحنا الأواعي تفتيش مفتاح السيارة حطوا عظاهر السيارة بنسأل فيه وين تبدأ كتفلتنا لهو بيقول أنا بعرفيش الجندي نفسه أيه بيقول أنا بعرفيش إذا الجندي هو بيقول أنا بعرفيش أنا بعرفيش برضو وين تبدأ يفلتنا جيت بدي أحكي تلفون بدي أرد على الشغل لهو بكل ممنوع أعطيني التلفون أخذوا التلفون لكي يستطيع أهل القرية الوصول للمنازلهم يحتاجون للمرور من طريق زراعية بسبب إغلاق مداخل القرية وذلك لتعجيز السكان ليلة كاملة عاث فيها الاحتلال فسادا في القرية فاقتحم المنازل ونكل بالمواطنين جيش الاحتلال على أنه بدعوا أنه مضروب عليهم تم اكتحام دور أخوي اللي هي هاي وقاموا بكسر الباب في الظل عدم وجود أي أحد من أفراد العائلة اللي بداخل المنزل يعني شو دن بأطفال أكبر واحد فيهم عمره عشر سنين أنه يكتحموا البيت عليه بهذه الصورة المخيفة ويدبوا في كلوبهم الرعب هاي بتعكس صورة المحتل كدش أنه محتل عدواني وغاشم أنا مش اعتدى أول مرة أنا إلو سنين بعتدى علي وعلى أولادي يعني هذا ابني عمره 14 سنين يعتكل ثلاث مرات يعني الـ14 سنين يعتكل ثلاث مرات جريمة وأنا ضربوني يعني كمريض وكعيان بضربوني وبهددوني في الأرض وبتردوني من الأرض صب يعمل كناش ما أدريش يشوفينيس على حد الآن أنا الناس بيكونوا أنا مش كادر أوصلين والله أشوف شو جرفون كلعون سركون برضو بجوز سركون يعني أنه وزدتون ما شاء الله عنه بجوز لكي ماش موجون إلى جانب الاعتداءات على الأهالي جرف الاحتلال مساحات من الأراضي لأهداف غير معلومة وكل ما في الأمر إرضاء جماعات المستوطنين الذين يتواعدون بتكثيف اعتداءاتهم على الفلسطينيين من كورية دير انظام غرب مدينة رامالو المحتلة محمد حسين رؤيا